عايز اقولكم حاجة حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة او من قبلها باللحظات عشان خلاص اللحظة دي قضي الامر خلاص وهتتلعب كأس الامر الافريقية ولكن كنت قلقان وشاكك وخايف وحاسن بطولة ممكن ما تتلعبش بس خلاص كل الامور واضحة وكل الامور بقت على خير ما يرام واليوم تنطلق بطولة كأس الامر الافريقية في الكاميرون بمواجهتي الكاميرون وبركينا فاسو وايضا مواجهة كاب فردي مع المنتخب الاسيوبي مواجهتين رائعين في بداية هذه البطولة والاهم بالنسبة لنا هي مواجهة منتخبنا الوطني امام المنتخب الناجيلي ان شاء الله تكون افتتاح رائع للمنتخب المصري باذن الله تكون بشرة خير وفتحة خير علينا وربنا يكرمنا في البطولة دي ونحقق فيها الانجاز المعتاد ونبقى تمنى موجودة في خسائلنا كأس الامر الافريقية بطولة ما نتنزلش عنها بطولة نحبها بطولة نعشقها بطولة لها تاريخ بالنسبة لنا بطولة دايما بنفتكر معاها ذكريات كتيرة بطولة دايما احنا لما نخشها نبقى المرشح الاول فيها وبالتالي كل الاهداف كل الاحلام كل الامنيات بتقول ان احنا نوصل الفاينل وناخد البطولة وزي ما قلتلكم وزي ما بكرر تاني اه احنا مرشح اول دايما احنا مرشح اول بس دا ما يمنعش ان احنا بنلعب مع منفسين اقوياء برضو بنلعب مع الجزائر بنلعب مع المغرب بنلعب مع السنغال بنلعب مع الكاملون البلد المستضيف بنلعب مع منتخبات كبيرة في القرى عندهم عدد كبير جدا من النجوم وبالمناسبة ما فيش منتخبات افريقية الجملة الشهيرة يعني منتخبات افريقية ضعيفة ما فيش منتخبات افريقية ضعيفة كل المنتخبات دلوقتي عندهم محترفين في اوروبا كل المنتخبات دلوقتي بقى عندها امال وحظوظ انها تنافس وتلعب وتعمل مباريات كبيرة لازم نبقى مستعدين كويس لازم نبقى عارفين ان احنا هدفنا واحد وهو الفاوز بالبطولة وزي ما قلت لكم اكتر من مرة انه كيروش كالوس كيروش المدير الفني المنتخبنا الوطني دايما يحاول انه يقلل الضغط من اللاعبين او على اللاعبين يحاول طول الوقت يقول انه مش رايح ينافس على البطولة يقول انه هو مش هيلعب على الكاس لكن في حقيقة الامر من الكواليس من التدريبات من اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر بيقول لك ان الراجل مصمم ياخد البطولة مصر انه ياخد البطولة عنده هدف واحد وهو الفوز بالبطولة هذا الاسم الكبير لكالوس كيروش والسيفير رائع ليه على مدار السنوات في الكرة العالمية بيقول انه لما يخش البطولة عايز ينفس عليها وعايز ياخدها خدو بالكم من بين كل الاسماء اللي في البطولة لو في اسم هو الابرس في هذه البطولة فهو كالوس كيروش المدير الفني المنتخبنا الوطني على مستوى السيفير وعلى مستوى التاريخ ده راجل حيبصلها من ناحية فردية من الآخر يعني أنا الكبير بتاع الناس دي أنا أجمد واحد في الناس دي بكلمك على مستوى المدربين فلما يخش لا هيبعايز ياخد المركز الأول انسى خالص فكرة أنه لا ده بيقولك أنه هو جاي نفس بس على مطشين تصفيات كأس العالم ويوصل كأس العالم هو مش عايز أو ما عندوش هدف أخرى بالمناسبة هو اتفق مع اتحاد الكورة على أنه يصعد بموصل الكأس العالم هو ده الهدف هو ده التارجت لو ما وصلوش هيمشي ما قالش أي بطولات تانية لكيس من عمر الأفريقية ولا بطولات العربية بس ده معنى أنه الراجل مش هيروح ينافس ده معنى أنه الراجل مش عايز يكسب البطولة ما هو في اسمه في شخصه مش بكلامل دهотриences على منتخب مصر يا سيدي الراجل ده مش فريق مع منتخب مصر منتخب مصر ده بتاعنا وإحنا اللي بنحبه أنا أنا بوصل معك للحد لأدنى يعني منتخب مصر ده بتاعنا وإحنا اللي بنشجع منتخب مصر ودي سمعة بلدنا واسم بلدنا وتشجيعنا لعالم بلدنا احنا اللي بنحب منتخب مصر اكتر من اي حد من عيني وراجل ده جاي يأكل ايش كل الجمع اللي انتم تسمعوا دي اللي هو بيجاي يأكل ايش ده جاي يستنفع ماشي طيب وهو بيعمل كده مش بيفكر في تاريخه هو شخصيا اكيد بيفكر في تاريخه لو احنا مش فارقين معاه هيفكر في نفسه ولو فكر في نفسه وحاول ينجح احنا هننجح معاه نبقى مستعدين بشكل كويس نبقى ماشيين بشكل جيد عشان نحقق ان شاء الله الهدف اللي احنا بنتمنع بإذن الله في هذه البطولة الافريقية كأس الامم الافريقية